اه خبر جيد النهاردة الحقيقة من اتحاد الكورة كابتن حازم امام صرح النهاردة انه المنتخب الوطني المصري باذن الله هيلعب مباراة ودية مع منتخب الارجنتين منتخب الارجنتين طبعا بيستعد لبطولة كاس العالم في قطر باذن الله بيدوروا على نوعية الفرق اللي موجودة في مجموعاتهم هو هيلعب مع المكسيك وبولندا والمملكة العربية السعودية وبالتالي المملكة العربية السعودية كتيب عربي فهو بيدور على منتخب عربي حازم قال انه المديرنا الفني عايز معاد وهم عايزين معاد تاني لكن هي اتطفق في كل احوال على انه يتلعب في نوفمبر ان شاء الله مهم اول ماتش دار واتلعب الراجل حتى بيدوروا هيقف على ارض صلبة شكل المنتخب والعناصر اللي هو عايزين